في سباق للجري يقطع عبد الله ثلاثة أميال كل سباة عشر دقيقة ويقطع إسماعيل خمسة أميال كل تسع وعشرين دقيقة سؤال من أسرى عبد الله أم إسماعيل لاحظ معي أن عبد الله يقطع ثلاثة أميال كل سباة عشر دقيقة إذا نستطيع أن نمثل هذا العدد بشكل كسر ثلاثة على سباة عشر اللي تمثلها طبعاً السرعة ميل لكل دقيقة أما بالنسبة لإسماعيل فهو يقطع خمسة أميال كل 29 دقيقة إذن خمسة أميال كل 29 دقيقة وهي سرعته السؤال من أسرع أو كأنما أنا أسأل نفسي أيهما أكبر هل الكسر 3 على 17 أو الكسر 5 على 29 أكبر طريقة مقارنة الكسور بشكل التالي إما أن تكون يعني البسط مع البسط متساوي واللي يحدد الأكبر الأصغر في هذه الحالة المقام أو تكون المقامات واحدة وفي هذه الحالة الذي يحدد الأكبر الأصغر هو البسط فلذلك نريد أن نحصر أو نمثل أو نكون كسور مكافئة للكسر 3 على 17 فنحن نضرب 3 على 17 في أعداد ثابتة أول مرة في 2 فصار 6 على 34 ثم ضربنا في 3 صار 9 على 51 ثم 12 على 68 ثم 15 على 85 كل هذه الكسور هي مكافئة لمن 3 على 17 بالنسبة لإسماعيل الذي سرعة 5 ميل في 29 دقيقة أو يمثل بالكسر 5 على 29 أيضا يوجد عندنا عدد من الكسور المكافئة له من خلال هذه الكسور المتكافئة نبحث عن كسرين إما أن يكون لهم نفس البسط أو أن يكون لهم نفس المقام واضح جدا لو جينا مثلا هنا عند البسط وعند البسط أنه في عندنا مشترك لهمين للـ 15 في المكانين أما لو جينا للمقام طبعا ما فيه شيء مشترك فلذلك أركز على هذه الكسرين المتكافئين الآن البسط يساوي البسط إذن من يحدد الأكبر والأصغر أنا ما قلت كيف يكون الأكبر لا أنا قلت من يحدد الأكبر والأصغر هو المقام إذن المقام الأول هو 85 وطبعا في هذه الحالة كسرنا كم هيكون 15 على 85 بالنسبة للكسر الثاني لاحظ معي 15 هي البسط إذن المقام هيكون كم 87 ويكون في هذه الحالة الكسر بالصورة التالية 15 على كم 87 البسط يساوي البسط إذن الذي يحدد لك بالله صغر المقام طيب خلينا بس نسأل سؤال يعني بسيط جدا من أكبر النص ولا الثلث النص واحد على ثنين الثلث واحد على ثلاثة إذن سؤال بسيط يعني خلينا نكتبه هنا عندنا النص وعندنا الثلث البسط واحد الاختلاف في المقام بس مين أكبره النص ولا الثلث يعني أيهم أفضل لك مثلا يكون أكبر نص كوب أو ثلث الكوب واضح جدا أن النص هو أكبر إذن هذا أكبر فلذلك إذا كان المقام أصغر فالكسر ككل هيكون أكبر قيمة الكسر هتكون إيش هي الأكبر من هنا نستنتج أن الخمسطعش على خمسة وثمانين هي أكبر بالنسبة الخمسطعش على كم على سبعة وثمانين ومنه طبعا نستخلص نقطة مهمة جدا جدا من أسرع أصار عبد الله ولا إسماعيل عبد الله إذن عبد الله هو الأسرع ننتقل الآن لمثال ثاني ونتعامل أيضا فيه مع طريقة اللي هي حساب أو نقارنة بين كسرين نفس الفكرة السابقة كسرين عندنا تسعة على مية والكسر الثاني تسعة وتسعين على ألف هي ترامين أكبر تسعة على مية ولا تسعة وتسعين على ألف طبعا الأفضل دائما نحن إيش نجيب كسور مكافئة له خذ الكسر الأول تسعة على مية البص فيه تسعة والمقام فيه مية وهذه كسور مكافئة له ثمنطntاش على ميتين خمسة واربعين على خمسمائة أربعمية وخمسين على خمسة ألف عندنا أيضا تسعة وتسعين على ألف تسعة وتسعين على ألف أيضا إيش يمثلني هنا للحظ معي تسعة وتسعين على ألف عندنا لكي أقارم بين الكسرين لابد أن أوجد كسور مكافئة لهما بشرط أنه يا البسط يساوي البسط أو المقام يساوي المقام واضح جدا هنا لو ركزنا على الجدل أول و الجدل الثاني عندنا هنا المقام كام 5 ألاف وهنا عندنا المقام 5 ألاف إذن وجدت أنا يش كسرين أو وجدت الكسرين لهم نفس المقام اللي هو 5 ألاف إذن الذي يحدد الآن الأكبر والأصغر من البسط يا الأربعمية وخمسين أو الأربعمية وخمسة وتسعين طيب يعني خلينا نحطها مثلا هنا مثلا على جنب عندنا الله سلمكم معا فيكم اللي هي أربعمية وخمسة وتسعين على كام احنا قلنا خمسة ألاف والثاني اللي هنا أربعمية وخمسين على برضو كام خمسة ألاف طيب سؤال بسيط جدا لو جينا مثلا نقولنا الواحد أيه محسن أو أفضل أو أكثر واحد على أربعة يعني ربع أو ثلاث أربعة ثلاث على أربعة يعني لو جينا وقلنا عندنا احنا ربع مثلا وعندنا ثلاثة على أربعة شوف لاحظة المقام واحد صح ولا لا فاللي يحدد الآن أكبر أصغر من البسط طيب أيهم أكبر واحد على أربعة ولا ثلاثة على أربعة مدام الثلاثة في البسط أكبر من البسط الثاني واحد إذن معناه الكسر هذا قيمته أكبر إذن لذلك أستطيع أن أقول هنا أن أربعمائة وخمسين على خمسة ألاف لما قادرنا بأربعمائة وخمسة وتسعين على خمسة ألاف مئة في المئة أربعمائة وخمسة وتسعين على خمسة ألاف هي الأكبر واللي يمثل أصلا أربعمائة وخمسة وتسعين على خمسة ألاف هو مين؟ هو تسعة وتسعين على ألف إذن هيكون في هذه الحالة 9 على 100 أصغر من 99 على 1000 هذه طريقة طيب في طريقة ثانية أسهل وأسرع في طريقة ثانية أسهل وأسرع في حالة أنه ممكن أوجد أيش بعض الرحمن يعني شيء أقدر أضربه خذ مثلا عندك اللي هو 9 على 100 اضربه في عدد ثابت في البسط المقام 100 كيف ما هو العدد اللي أضربه في 100 ويطلع الناتج 1000 العشرة إذن لابد أضرب أيضا البسط في عشرة كم يطلع الناتج عندي 990 على كم 100 في عشرة اللي هي 1000 طيب قارن 90 على 1000 مع 99 على 1000 واضح جدا أن 99 على 1000 أكبر من 90 على 1000 وهو نفس الكلام اللي احنا طلعنا فيه لما أخذنا المقام الواحد اللي هو 5000 5000 شكرا